وصفت حركة الشعب التونسية مبادرة جبهة الخلاص السياسية للخروج من الأزمة الراهنة في البلاد بأنها مجرد حزام سياسي لحركة النهضة وبأنها محاولة لإعادة تنظيم الإخوان في البلاد وشار القيادي في الحزب بدر الدين الكمودي إلى أن مكونات جبهة الخلاص هي في حقيقة الأمر إعادة لتشكيل حراك مواطنون ضد الانقلاب الذي يتزعمه رئيس النهضة راشد الغنوشي كما اتهم جبهة الخلاص بالاستقواء بالخارج والتحريض على تونس حتى لا تمنحها المؤسسات الدولية قرضا لتمويل موازنتها وكان ناشط السياسي نجيب الشبي أعلن الأسبوع الماضي عن تشكيل جبهة الخلاص الوطني التي تضم حركة النهضة وقلب تونس واتلاف الكرامة وحرك تونس وحزب الأمل مؤكدا أن الهدف منها هو إجراء حوار وطني شامل يقود إلى حكومة إنقاذها اشتركوا في القناة هذا وأعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي رفض حزبها إجراء الاستفتاء الذي دعا إليها الرئيس قيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو المقبل بهدف تعديل الدستور وتغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي واعتبرت موسي أن نص الاستفتاء غير قانوني لأنه لن يحظى بتصويت مجلس النواب الذي قرر سعي التجميدة في ظل ما وصفته بانحراف خطير في السلطة وأدعت موسي لتنظيم مسيرة نحو مقر الرئاسة تونسية في منتصف مايو من العاصمة تونسية انضم إلينا النائب السابق في البرلمانة تونسية عبدالعزيز القطي سيد عبدالعزيز أهلا بك على شاشة الحدث وفي الأخبار الليلة كيف تقيمون مبادرة جبهة الخلاص للحوار الوطني؟ شكرا جابة الخلاص هي الاسم فقط فيه مشكلة باعتبار أن هؤلاء يريدون خلاصا بمن تخلص منهم الشعب التونسي يوم 25 جولي باعتبار أن القرار سيد رئيس الجمهورية جاء استجابة لمطلب الشعب التونسي وهو التخلص وخراج منظومة ما قبل 25 جولي وعلى رأسها حركة النهضة الممثل الرئيسي للأخوان المسلمين في تونس من الحكم وهذا ما تم بالفعل اليوم هناك برلمان منحل هناك حكومة جديدة ليس للأخوان مكان فيها بعد أن أصبحت حركة النهضة في عزة سياسية سواء في الداخل واشتد هذا الخناق في الداخل هذا بالإضافة إلى عزة في الخارج سواء بعض الأطراف التي لازالت تريد أو لازالت تعول على الأخوان وبقائهم أكثر في السلطة حركة النهضة تستنجد مرة أخرى ببعض من ينتمون إلى الحركة الديمقراطية أو الحداثية وبعض بين ظفرين المنظمين السياسيين مثل الناشط السياسي سيد أحمد نجيب الشابي من أجل وضعه في الواجهة ومحاولة رسكلة نفسها من خلال ما يسمى بهذا التنظر كيف؟ سيد عبد العزيز كيف؟ إن كان نجيب الشابي إن كان سيد نجيب الشابي لم يكن حليفا للنهضة بعد 2011 بالعكس كان ينتقد النهضة نعم نعم سيد نجيب الشابي كان منتقدا ومعارضا للنظام السابق قبل 2011 وقبل الثورة ثم كان معارضا لحركة النهضة ولم يستطع أن يكون له موقعا منذ 2011 إلى الآن باعتباره أنه اختار في انتخابات المجلس السيسي في ذلك الوقت سنة 2012 أن يصطفى في المعارضة باعتبار أن حركة النهضة لم تمكنه من مكان في التشكيل التي وقعت في ذلك الوقت وهي الترويكا وأنا كنت معه في المجلس السيسي وأعرف جيدا هذا الموقف السيد أحمد نجيب الشابي بعد ذلك فشل في تكوين حزب سياسي ليس له أي امتداد ليس له حزب سياسي مهيكل ومعروف بقية شخصية وطنية سياسية لأكثر ولا أقل واليوم يجد فرصة أمام ما تعيشه تونس لربما بالرجوع إلى الواجهة ولربما للظفري بموقع رئيس الجمهورية إذا كان مرشحا لحزب حركة النهضة باعتبار أن المشهد السياسي الآن ليس فيه إلا حركة النهضة التي لها لربما 5% الآن في سبر الأراء والوحيدة التي لها خزان انتخابي باعتبار أنها قامت بتدمير كل الأحزاب السياسية داخل البلاد ولا نجد أي تشكيلات أخرى حتى هذا التحالف أو ما يسمى بخلاص جبهة الخلاص فهو يتضمن جبهة الخلاص فهو يتضمن العمود الفقري هو حركة النهضة الأحزاب الأخرى هي أحزاب منحلة هي أحزاب ليس لها امتداد شعبي قلب تونس غير موجود الآن وليست له قيادة وليست له مناصرين ونوابه منتشرين تم حل البرنامان وليس له نواب التلف الكرامة هي وصمة عار لهذه الجبهة أن يكون هذا الطرف فيها باعتبار أن سيد عبد العزيز بعيدا عن هذه الجبهة تهجم على كل مؤسسات الدولة نعم نعم جبهة تقصد الكرامة هنا بعيدا عن جبهة الخلاص ولكن في مسألة أخرى الانتقادات التي تطال السعيد الآن ليست فقط من جبهة الخلاص حتى هيئة الانتخابات تونسية انتقدت المرسوم الرئاسي المتعلق بالانتخابات ولكن قالت الناس تنصاع إليه مع أنها انتقدتها بشدة عبيل موسي انتقدت الانتخابات أو الاستفتاء الشعبي ودعت إلى مسيرة نحو الرئاسة كل هذه الانتقادات ألا تؤسس لجبهة قوية معارضة ضد السعيد بطبيعة الحال هناك معارضة شديدة هناك معارضة شريسة الآن لرئيس الجمهورية من العديد من الأطراف هناك فرق كبير بين ما يسمى بجبهة الخلاص وهي أنا أعتبر هي محاولة لرسكلة حركة النهضة وإعادة الإخوانين للحكم وفيها العديد من الأطماع الشخصية لبعض الأسماء ولكن المعارضة الحقيقية لربما تتمثل في الحزب الدستوري الحر وسيدة عبير موسي التي تطرح طرحا مقبولا نوعا ما باعتبار أن ملامح الاستفتاء غير واضحة على ماذا سيستفتي الشعب التونسي على أي صيغة للإجراءات الجديدة التي لربما سيتم تعديلها في الدستور هذا مسألة منطقية وطبيعية جدا لأن هناك نوعا ما من الغموض حول هذه المسألة شكرا بنسبة لي هيئة الانتخابات انتقاداتها تدخل في نطاق المحافظة على نفسها نعم سيد عبدالعزيز القطي كنت معنا نائب سبق في البارلمان تونسي شكرا نزيلها لك شكرا شكرا